سلام عليكم طلاب اليوم نكمل درس اللغة الإنجليزية للصفة الخامس يونيتي ثري لسن سيكس الوحدة الثالثة الدرس السادس مجلتي سبورتس آر جريت الرياضات المفيدة أو العظيمة سبورتس آر جريت الرياضات العظيمة والمفيد جريت تجيب معنى مفيد أو عظيم لاحظ من خلال هاي الصور مجموعة من الرياضات كموه بها الأشخاص لماذا نعمل الرياضات نحافظ على الصحة نكون صداقات نكون أفتقاء ليرين رولز نتعلم القوانين هاف فان نستمتع ليرين اي نيو سبورت نتعلم رياضات جديدة اي نيو سبورت رياضة جديدة بلاي اوتساين نلعب في الخارج نتقل للتمرين الآخر اللي من خلاله نقدر نجاوب على الصور استمع وإقرأ ووصل الأرقام مع الصور الموجودة في الصفحة تسعة واربعين ودن الآن نستمع للتسجيل الصوتي 1 I like sports because I like to be in the park or outside I don't like sitting inside every day I prefer sports to computer games I like sports انا احب الرياضة because I like sports انا احب الرياضة because I like to be in the park لأني احب ان اكون في المتنزه park متنزه or outside في الخارج I don't like sitting inside انا لا احب الجلوس في الداخل everyday كل يوم I prefer sports انا افضل الرياضة to computer games على ألعاب الحاسوب اذا خلال هذا المقطع انا لاحظ اي صورة مناسبة الصورة نكتب هنا number one لأن play outside الصورة المناسبة اذا number two two sports are fun here I am at the water park with my friends two sports are fun الرياضة الرياضة ممتعة here I am at the park with my friends هنا انا في المتنزه at the water park المتنزه المائي with my friends مع اصدقائي اذا هذا المقطع at the sports club at the sports club with my friends three I want to learn a new sport انا ارغب في التعلم برياضة جديدة new sport رياضة جديدة I want to ride my bicycle انا اود انا اتعلم سياقة الدراجة قيادة الدراجة at the sports club في النادي الرياضي مع اصدقائي with my friends مع اصدقائي ثانها تحتي اذا هاي المقطع يتكلم عن قيادة الدراجة ثانها صورة مناسبة الى ليرين انيو سبورت ليرين انيو سبورت قيادة الدراجة وتعلم رياضة جديدة number four four in the photo i am with my football team i think that making friends is the best thing about sports in the photo i'm with my friend team في الصورة انا مع فريق كرة القدم football team فريق كرة القدم i think that making friends انا اعتقد ان عمل الاصدقاء صنع الاصدقاء او تكوين الاصدقاء is the best thing about sport انه افضل شيء في الرياضة best thing افضل شيء about sport في الرياضة ثانها يتكلم عن تكوين الصداقات اي صورة مناسبة الى making friends make friends تكوين الاصدقاء نكتب رقم 4 4 5 there are lots of new rules to learn in this sport in the photo you can see my teacher my partner and me the teacher is showing us a new rule there are a lot of new rules هناك كثير من القواعد new rules قواعد to learn in the sport للتعلم في الرياضة learn in this sport في الرياضة in the photo you can see في الصورة تستطيع you can see تستطيع ترى my teacher معلمي my partner زميلي أو شريكي and me أنا the teacher is showing us a new rule المعلم يرينا القواعد الجديدة showing us يرينا a new rules قواعد جديدة إذن هذا المقطع يتكلم عن new rules تعلم القواعد الجديدة أي صورة بها ليران new rules then نكتب رقم خمسة five new rules six I go swimming three times a week swimming is great I think it is the best way to keep healthy six I go swimming أنا أذهب للسباحة three times a week ثلاث مرات في الأسبوع swimming is great السباحة رائعة I think it is the best way to keep healthy أنا أعتقد أنها أفضل طريقة best way أفضل طريقة to keep healthy للمحافظة على الصحة keep healthy محافظة على الصحة إذن ها تتكلم عن المحافظة عن الصحة يا صورة مناسبة إله هذه الصورة keep healthy نكتب six إذن من خلال هذا التمرين نتعلمني عن الرياضات المفيدة وفوائدها طبعاً هذه ضروري الطالب يحفظ القطعة غاية عبارة عن قطعة أو موقع لأن تجيب الامتحان الشفهي أو التحريري قطعة مهمة جداً إلى هنا ينتهي درسني أتمنى أن يكون على الدرس إعجابكم شكراً للمشاهدة